بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا للحديث عن خصائص شركة المساهمة نتحدث عن خاصية الحد الأدنى لعدد الشركاء فشركة المساهمة لها خاصية خاصة بها في عدد شركاء في حد الأدنى لعدد الشركاء فيها فنحن نعلم أن الحد الأدنى لعدد الشركاء الذي يتحقق به رقم تعدد الشركاء هو شخصين فيصدق التعدد على شخصين أما في شركة المساهمة فالتعدد لا يصدق إلا بتوافر خمسة أشخاص فيجب عند سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو أثناء حياتها فيجب أن لا يقل عدد الشركاء بأي حال من الأحوال عن خمسة شركاء فإذا حدث وأنقل هذا العدد أثناء حياة الشركة عن خمسة شركاء فتمهل الشركة مدة عام لتوفيق أوضاعها فإذا استطعت أن توجد شخص أو أكثر بحيث يوصل العدد إلى خمسة شركاء فتستمر حياة الشركة أما إذا لم تستطع في خلال مدة هذا العام أن توفق أوضاعها بإيصال العدد إلى خمسة شركاء فتنتهي الشركة وتنقضيه ويعتبر هذا القضاء سبب خاص بشركة المساهمة فقد تنقضي به شركة المساهمة أما الخاصية الثانية من خصائي الشركة المساهمة وهي الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة ويختلف الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة بحسب ما إذا كانت شركة مساهمة ذات اكتتاب عام أو ذات اكتتاب مغلق والمقصود بشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام أي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام لكل شخص يستطيع أن يشتري سهم في هذه الشركة إلى أن يتم استنفاذ عدد الأسهم أما ذات الاكتتاب المغلق هو الذي يكون شراء الأسهم فيه قاصر على أشخاص إما معينين بصفاتهم أو بأسمائهم وبالنسبة لرأس الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات الاكتتاب العام هو 10 ملايين ريال سعودي أما في شركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق فلا يجوز أن يقل عن مليوني ريال سعودي وفي كلتا الحالتين سواء كانت الشركة ذات اكتتاب عام أو ذات اكتتاب مغلق لا يجوز أن يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى أي 5 مليون بالنسبة للشركة ذات الاكتتاب العام ومليون للشركة ذات الاكتتاب المغلق وقيمة السهم تم تحديدها في الحالتين ب50 ريال فلا يجوز أن يقل قيمة السهم عن 50 ريال ويجب أن لا يقل المدفوع من قيمة كل سهم عند الاكتتاب عن ربع قيمته الإسمية إلا أن المنظم عاد وعاد تنظيم الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات الاكتتاب العام وطرق ذات الاكتتاب المغلق دون تعديل فجعل الحد الأدنى للشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام هي 100 مليون ريال وأوجب أن لا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن 50 مليون ريال كما أنه خفض قيمة السهم من 50 ريال إلى 10 ريال وذلك لتشجيع كل الشعب على الاستثمار بذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن خصائي الشركة المساهمة